شكلت مديرية الوقاية الصحية في السليمانية لجانا خاصة لمواجهة انتشار وباء الكوليرا مع ازدياد حالات القيء والإسهال وطلبت المواطنين بتوخي الحذر والوقاية وتأكت من نظافة مصادر المياه المستخدمة للشرب وري الخضارة فصل الصيف في كل المناطق يشهد زيادة في حالات الإسهال والقيء وإحدى نتائج هذه الحالات هي الكوليرا خصوصا وأن المرض موجود في أغلب المناطق العراقية والمجاورة لمحافظة السليمانية حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا جديدة غير تلك التي تم الإعلان عنها رسميا وهي ثماني حالاته ووضع المرضى جيد وقد تم معالجتهم كما يجب مديرية الوقاية الصحية شكلت فريقا مفتص في هذا المجال لمواجهة هذه الأمراض التي عادة ما تنشط في فصل الصيف وقد تم تحديد بعض الأسباب ومنها مشكلة نقص المياه إلى بعض الأحياء في مدينة السليمانية وقد قررت اللجنة بالتعاون مع قائم مقامية السليمانية غلق كل مصادر المياه غير الصحية وغير المرخصة كما منعت اللجنة التعامل بالخضروات في الأماكن العامة كون أغلبها يتم سقيها بالمياه الثقيلة وقد تكون سببا في نقل المرض ونطالب المواطنين بتوخي الحذر في استخدام المياه وعدم شراء إلا من جهات معروفة والمرخصة وكذلك عدم تناول الخضروات والفواكه إلا بعد التأكد من غسلها جيدا كما ندعو رجال الدين والمثقفين والإعلاميين إلى أخذ دورهم في توعية المواطنين من اتخاذ الإشراءات الوقائية لحماية أنفسهم وهموا أوانا شي توجبوا بنو بمانيان ليكرابوا استتشابونته لماو